الصورة اللي كانت معايا من شوية طيب لما تيجي تتكلم عن هذه الصورة أنا بشوفها بطريقة مختلفة كابتب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي أنا بعتقد ما عرفش ده تفكيري أو تشخيصي لهذا الأمر إن كابتب محمود بقول لي الأستاذ العمري يعني أنا متشكل لكو جداً كمجلس إدارة فإن أنا مسافر آه كنت متابع معاك وشايف كل حاجة ولكن حضرتك الأستاذ العمري والأستاذ خالد مرتجي وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي من خلال الشهر ونص اللي كان فيهم الكابتن محمود في فرنسا بيتعالج وما بين فرنسا والسعودية والإمارات في ذلك الوقت بيقول لهم أنا بشكركم جداً على الشهر ونص دول هتقول لي في الصورة دي هقولك آه في الصورة دي إن دلت هذه الصورة فها بتدل على أن النادي الأهلي كيان واحد ولا توجد أي خلافات الخلافات بتبقى على الترابيزة لصالح النادي الأهلي وجمعيته العمومية وليست لصالح حد ليست لصالح محمود الخطيب ولا لصالح العمري فاروق ولا لصالح خالد مؤلاء الخلافات بتكون على أو الاختلافات أنا آسف بتكون على الترابيزة وعندما يتم اتخاذ القرار خلاص الكل في ظهر القرار مهما كان القرار ففي بعض الصور الواحد لازم ينظر ليها نظرة مختلفة شوية فالصورة دي بالنسبالي بتمثلي اللي أنا قلته لحضراتكو ده فهو ده اللي اختلاف بالمناسبة ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر ماليش دعوا بحد تاني عشان بقولكش أنت بتشعرف إيه لا أنا بتكلم على النادي الأهلي هو النادي الأهلي مختلف نحن نختلف عن الأخرون نختلف عن الأخرون إزاي؟ بتصور اللي حضراتكو شفتوها دي بصورة الأستاذ العمري بهزار الكابتن محمود أو يعني بدحك الكابتن محمود مع الأستاذ العمري بهذا الشكل قد تبدو صورة عادية ولكن أنا شفتها بهذا الشكل داي الصورة اللي جاية برضا صورة عندما تنظر لهذه الصورة ترى تاريخ النادي الأهلي في وجه السيدة اللي حواريها لحضراتكو دي تاريخ سبحان الله عراقة وأصالة سيدة كبيرة في السن وتحس إن وشها كده فخورة وهي بتتكلم مفسوطة وسعيدة فيها كل حاجة حلوى الصورة دي فيها كل حاجة حلوى وكابتن محمود موطلها بيقولها اتفضلي قوليلي إيه اللي عندك هي زي ما تكون بتقوله إيه أنا متطمنة وإنتوا موجودين كمجلس إدارة فعظمة النادي الأهلي بتتجلى في مثل هذه الصور عائلة الأهلي زي ما حضراتكو شايفين إذا نظرت إلى وجه هذه السيدة المحترمة إيه الجمال ده في نفس الوقت اندلت بتدل علي إيه عائلة النادي الأهلي أنا أنا ككابتن محمود أو كرئيس النادي الأهلي ما عنديش حاجة عملها غير إن أنا ألبي رغبات الأعضاء أعضاء الجماعية العمومية وأعضاء الجماعية العامة بالمناسبة اللي هم 70-80 مليون أهلاوي اللي في كل حت فبالتالي هناك دلالات واضحة لبعض الصور زي ما حضراتكو شايفين كده ممكن تحضرتك تشوف الصورة تعدي أنا بشوفها بهذا الشكل وبهذا المنظر وإحساسي بها كده إحساسي دايما بيكون بها كده فإن الحقيقة برضو خلال هذه الفترة يجب أن نشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على ما يفعله من كل حاجة الحقيقة مقر النادي الأهلي هو على يميني الشاشة كابتن محمود واقف هو بالتيشرت لسود من غير الجاكت الجاكت ده النهاردة هنا بيتفقد المسجد بتاع التجمع أو بتاع القاهرة الجديدة مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة اللي على يمين حضراتكم ده اللي لابس فيها الجاكت الكابتن محمود والأستاذ العامري جنبه ودكتور سعد شلبي ده النهاردة في افتتاح البادل تينيس في مقر النادي الأهلي العريق في الجزيرة العمل دائماً يكون على قدم وثاق العمل في القاهرة الجديدة زي ما حضراتكم شايفين وفي الجزيرة زي ما حضراتكم شايفين وقريب حتشوفه في الشيخ زايد وحنشوف أيضاً إيه اللي بيحصل في المدينة نصر حنشوف إيه اللي بيحصل في الأقصر حنشوف إيه اللي بيحصل في كل حت دائماً هذا هو النادي الأهلي وهذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد آخر حقيقة شكراً جزيلاً لمجلس الإدارة على كل الأمور اللي بتحدث إمتى حيكون الافتتاحات وإمتى الأمور دي خلينا ننتظر أكيد مجلس الإدارة عنده الوقت اللي في دماغهم ده مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد ده زي ما حضراتكم شايفين برضو ليه بيوري حضراتكم كده مش القاهرة الجديدة فقط ولا الجزيرة فقط آدي مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد كابتن محمود بيقول لهم هنا إيه وهنا إيه وحنعمل إيه والدنيا تمشي هنا إزاي وأعضاء الجامعية العمومية محتاجين إيه وأطفال اللي موجودين أعضاء الجامعية العمومية أطفال اللي موجودين عندنا في النادي محتاجين إيه زي ما حضراتكم شايفين في كل مكان في كل مكان فشكرا جزيلا لكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لما بقول كابتن محمود يبقى بنتكلم عن كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لأن كل واحد فيه عنده ملف بيشتغل عليه وزي ما حضراتكم شايفين لكل الحقيقة بيحاول أن يصل بالنادي الأهلي إلى أفضل شيء من وجهة نظره من وجهة نظر مجلس الإدارة وبالتالي حنفضل دايما في ظهرهم وحنفضل دايما وقفين معهم لكل أعضاء مجلس إدارة النادي ترجمة نانسي قنقر